ممكن سألتك سؤال محمد يبدأ بوبو محمد يبدأ بوبو جوه جوه قبت اللبس عامل إزاي يا لهوي فاكهة بس فيه كلام كده يتناشي قولك أسخباك محمد يبدأ دا عايز اسلوب خاص وتعامل داولك على حاجة ده دم وخفيف بطريقة غير طبعية اه انا عايزك باتتفرج على الانستجرام بتاعه او مثلا هو بيحط على الوقت سأب بقى حاجات اللي هي بتاعة المقربصات دي اللي هو مش عارف ما تبصنش بعيد رضيه بص هو قاتل في الحاجات بتجيبه ببقى في حاجة لا 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 اقول لي بس مين اللي قالك والله كابتن اللي مقلفه بس هو مش اللي هو العاصب ولا الايجو عالي ولا الكلام ده كله لا خالص 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 طمام الشرقية يعني والدته ست محترمة جدا واخواته لا 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 لحد يعني انت عارف اللي انت لاست تحبه اصلا موهوب يا كابتن عبد زوارش لا لا موهوب جدا بس هو كان جاي بقى طبعا كابتن عالي تاب معاه جامل جدا كان جاي من ودي دجلة وكان عشان اللعبة كبيرة تابت معاه بشكل كبير جدا ساعدة وجنش والناس دي برضو نفس حكاية جيلي بالوزن كنا مسعارين الكيلو بكذا لا احتاج شغل كتير طبعا شغل كتير جدا يعني عاطف كمان حاجة حد سوى اللي حرج عاطف ده من الناس القوية جدا والموسم اللي فات كان حظه حشوها في الاسوابات بس هو مميز جدا اه مميز جدا يا ختم الموسم حلو عشان اللي حقيقه اه طبعا ايوة كنا تبعد معاه قوله بص الناس ما تفتكرش اول السيزون الناس بتفتكر اخر السيزون فلو انت فنشت كويس كل اللي انت ضيعته ده هتلاقيه في المطشات اللي زي دي اتنين ربنا كرمنا باهل وزمالك اخر السيزون ففرصة ان انت تنهي كويس قدام فرقتين كبار صاحب